اهلا بكم في حلقة اجهزة من حلقات برنامج المراجعة للسانوية العامة في مدية التاريخ مساء الخير على كل طلابنا العزاء مساء الخير على كل مدرس التاريخ على مستوى الجمهورية اللي يتبعونا وليحنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي برنامج ونادنهم من الكمال هيكون في ضيفتنا النهاردة للحلقة التانية مستر ايمن زكريلي مساء الخير يا مصر مساء الفل يا وساحبت كل عام طيب مشرفتنا ومشرفتنا كالعادة وقبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا كده عايزين منك رسائل سريعة للطلبة اللي أعلى بتزكري في البيوت والله يا وزعفة أنا عندي طلاب أبطال الحياة يعني يعني أديهم شهادات تأدير كلهم مش عارف في حاجة غريبة خصوة البنات مش عارف يعني الوقت أكبر عندي البنين مش هكي تدير لكن دايماً أما نيجي نتابع أولادنا على الواتساء أو يسألوا بنلاقي البنات ما شاء الله عليها يعني فأنا عندي طلاب أبطال خصوصاً البنات ودي زاهرة تعباني نفسها المصرحة يعني دايماً دايماً لبادئ عشرين سنة أو تمانية عشرين سنة مدرس دايماً التفاوق البنات أكثر من البنين عايزين نشوف حد من علماء النفس والاجتماعي يحللين لنا الظاهرة دي بس من غالب كلهم أبطال في ظروف لهم ما في أدية أنا بشاجعهم وبحيهم كلهم حضرك بتتبع معهم دلوقت عملية الشرح ومطابعة زي بيتابعوني على الواتس وهم وفي ناس بتسيب تليفون أو ميسنجر أي حد عايزة أي حاجة من تابعهم لازم نساعد أولادنا في ظروف دي طبيعي لازم نساعدهم بالتوفيق دايماً ليهم ونتمنى لك حلقة موفقة إن شاء الله يا مستر وكله طلبنا يريد أن نركز مع مستر آيماً في المراجعة النائية للتاريخ اتفضل يا مستر أحنا بس بنات وولادنا كمان صوبيان احنا بناخد حاجات عامة كده من فصل أول الخامس لحد من ضبط أيام مراجعة الامتحاني بيبقى بشكل أوضح وأوضح بديخد شوية أسئلة مع بعض في عندي سؤال اسمه تنوعت أحوال مصر الثقافي ما بين الإصدهار والإنهيار تمام تنوعت أحوال مصر الثقافي أحياناً في إصدهار وأحياناً في إنهيار واللي بدول عبارة دي وضح وضح يا بقى نتاج إنشاء إسماعيل الجمعية الجغرافية خدوا إسماعيل أنشح حاجة إسماعية الجغرافية هو بيسأل إيه نتاج إنشاء الجمعية الجغرافية فأنا سمع لجابة سدو أول نتيجة الإنهاية بدراسة الأبحاث الجغرافية هي أسماعية جغرافية يبقى الإنهاية بدراسة الأبحاث الجغرافية التانية سهمت في كشف منابع نهر النيل وأواسط أفريقيا خدوا بالكم لما فتع محمد علي السودان مكتوب ثم بعد ذلك كشف منابع نهر النيل وعواسط أفريقيا في عهد الخليوي اسمعي التانية ليسألني أحوال مصر الثقافية في عهد الحمال الفرنسي احوال مصر الثقافية قبل ما اجيء اسف الحملة الفرنسية او في العدل العصمية مصر قبل الحملة الفرنسية شباب كان شكل هيكلوك عارفين طبعا مصر كان منتشف فيها الجهل والتخلف وانشر الخرافات والشعوازة طيب علاج الجهل والتخلف والخرافات والشعوازة هو التعليم طيب دلاسف اقتصر التعليم على الازهر فقط لا يوجد اي بصيص من نور التعليم في مصر غير الازهر وده كان غير كافي بالنسبة للثقافة المصرية طيب بيقول لي اي تساعة لأبارة كان لنابليون ومحمد علي جهودا لكسب ثقة الشعب المصري وزعوناه خلي بالك يا شباب نتعلم من دين الدروس المتفاجة اي حد عايز يحكم مصر ويبقى قاعد حكمه مستقر لازم يتم ده عن طريق رضاء الشعب المصري رضاء الرعاية اذا كنا الحاكم قاعد وبيعكم شكل كويس ومستقر في حكمه يبقى ده مرتبط بالرضاء الرعاية ده اتعلمناه من درس نابليون ومحمد علي جهودا لدين دليل انه نابليون ومحمد علي جهودا لتنين حاولوا ساقوا بقى ناجح اقلاء لكن حاولوا يكسبوا ثقة الشعب المصري فاكرين عند وصولنا ابليون الى مصر وزع منصور قبل نزوم الحاملات المنصور منه كان هدف منه ها توطيط سلطته على مصر ازاي عمل في المنصور على حاجتين مجاملة الدولة العثمانية الاهم بقى اللي فيها سؤال جذب ود المصريين ان اصفوا جذب ود وثقة الشعب المصري يكسب ود وشقة صعب المصري عمل ايه اعلن انه وجاء ليخلصهم من يد المملك الظلمين الذين يستنزفون الخيارات البيدي يا جماعة مش جاي حكمكم واللي احتلوكم انه يخلصكم من ظلم والظلم اللي انتو شايفينه على ايد المملك كمحاولة منه لاستعترفهم التانية اعلن عن رغبته في انشاء حكومة اهلية يكون الحق في هذا المصريين طبعا الشعب المصري اول مرة يسمع كلامه احنا نحكم نفسنا من نفسنا دي ما حصل ايش فحاول جذب المصريين الاصف بالطريقين دول طيب ده فيما يخصنا بالدول طب محمد علي حاول جذب او كذب ثقة الشعب المصري ازاي لما قامل صورة سنة 1904 مارس 1904 محمد علي اعلن انضمامه للصورة يعني نضم للشعب المصري خوفا ان تصيبه الصورة هو وجنوبه طيب يكسب ود الشعب المصري ازاي اولا اعلن انضمامه للعلماء والعين نزل السوارع واختلط بالاهالي ورى نفس للناس انا في ظهركو هدعمكو يبقى اعلن انضمامه للعلماء والعين نزل الاهالي للسوارع واختلط بالاهالي امر جنوده احترام الشعب المصري جنود دول اتراك عثمانية امر جنوده احترام الشعب المصري تعهد لزعماء الشعب المصري برفع هذه الدرائب انا بتعهد ان انا لنقوا الدرائب دي وتعهد ونفذ هاجب المماليك في القاهرة وتردهم الى الصعيد فنجع محمد علي في كاس بود وصخة الشعب ده حاول وده حاول ده السؤال يقول لي حدد اوجه النظر ده سؤال اللي احنا اقول برقلون النهار ده اوجه النظر المساوي العيوب يعني الحاجة الغلط ايه اوجه النظر فيه اولا مجل الشورى النواب في عهد اسماعيل 1866 يعني خدوه اسماعيل قدشاء مجلس شورى النواب مجلس شعب بانتخابات اول انتخابات تتعابل فقرات اسه وافريقيا وتقول لي اوجه النظر يا مستر اه اول نظر اللي اوجهت لمجلس شورى النواب في عهد اسماعيل سنة 1866 اولا قدشاء اسماعيل هذا المجلس ليضيف لحكم رونقا وبهاء يعني ايه عايز يخلي شكل حجم يبقى الاسة كلها في الشكل ليضيف لحكم رونقا وبهاء طيب كان مجرد هيئة استشارية يعني ايه بقى حبيب بهية استشارية انا اخد رأيكم اعمل بيه ما اعملش بيه انا حر ده مجرد رأي استشار لم يكن مطلبا جماهريا كان منحا من الحياة يعني الناس بخرجتش قلبة الدنيا عامل المتظهورات احنا عايزين مجلس النواب لا خلص هو تعطف وتواضع وعمل هنا مجلس النواب زي ما عامل مجلس النواب من غير ما نطلب يقدر يلغي في اي وقت من غير ما نطلب برضه يبقى المجرد هيئة استشارية لي بقى كلمرحة ان الحاكم لم يكن مطلبا من جماهريا ما كانتش مطلب شعبي يعني التانية والغريبة يعني اقتصر حق الترشيح على العمد والمشايخ والاعيان والتجار واصحاب العصبيات والمصالح عمد وعيان عمد ومشايخ وعيانه تجار واصحاب العصبيات والمصالح حرم المتعلمين بالحق الترشيح يعني انا راح رشح نفس مجلس النواب انت متعلم اه لا استغفر عظيم يا رب تكرع الله مش من حقك انت مثقف شوية لا اعوذ بالله والغضب بالله يعني بيمشي لا ليه وهو المتعلم المثقف بقى ادارة للحق الغلابة والمساكين والدستور هنزيده منظر يا ابني احنا عاملينه منظر مش هزينه وجعني مال يبقى حرم المتعلمين بالحق الترشيح الا اذا المتعلم ده من الاعيان متعلم وغني اترشح متعلم فقير لا احنا مش عاوذي فالشان كده دي اوجه كان مجرد هيئة استشارك فقط يقول لي حدد لاصر نتج عادة اعادة تنظيم الرقابة السنائية دايما اقول ده سؤال مهم على دار السنة بنقول ده سؤال مهم ايه نتاج اعادة نظام المراقب السنائية اظهر المراقب الانجليزي والفينسي عدة ابروات لأعادة صياغة وتنظيم المعنى المصنائية ايه نتاج اولا بيع نصيب مصر من ارباح قناة السويس سنة 1880 بيع نصيب مصر من ارباح قناة السويس اللي هيك تكمل ارباح مصر قناة السويس 15 في المنين طيب اتبعت لمين من اللي اشترى اتحاد الماليين ببريس انا مش فاهم يعني ايه الدول التي تديني للحكومة المصرية لها مكتب في بريس اتبعتلنا اصط الدين في المكتب بتعنا لبريس طيب هما اشتروا نصيبنا من ارباح قناة السويس بكام ولا تعريفة ولا جنيه ازاي ده نصيبكم في شركة في ارباح قناة السويس ده جزء من الديون اللي عليكم مش كلها كمان ده جزء من الدين اللي عليكم وفاء لسداد الدين كده ارباحنا من القناة بعناها طب نصيبنا من الاسهم باعوا خدوة اسماعيل قبل كده سنة ثمانية وسنة سنة خمسة وسبعين كده اصبحت مصر لا تمتلك اي شيء في قناة السويس اللي الاول نتيجة بيع نصيب مصر من ارباح قناة السويس طب دي نتيجة كارسية النتيجة التانية الغاء قانون المقابل ده اللي عزهور اسماعيل اللي كان بيدى الارض للفلاح ملك للفلاحة الفلاح يتفع ستة اضعاف ضريبة مرة واحدة والارض تبقى ملكه ملكية قانوني فالفلاحة دفعت ضريبة ستة اضعاف والارض بقت ملكه فاعتمد بها وزاد الانتاج فجأة انجلتنا لغت القانون المقابل طب فلوسنا اديتوا فلوسكم مين خدوة اسماعيل احلى مانا راح اخدوه لا خدوا فلوسهم ولا خدوا ارضهم فده ادى الى اصارة طبقة العياد الغاء قانون المقابل الثالثة والاهم تشكيل لجنة من الدول قدئنا لمصر شاكلوا لجنة من الدول قدئنا لمصر انجلترا فرنسا ايطاليا المانيا انجلترا فرنسا ايطاليا المانيا النمس دول الخانون ده اندي شاكلوا لجنة دولية من الدول دي عن الواسطة ع Activ طب اللاجنة دي تشكلت لي بحسة احوال مصر المالئيين launched المالية هي بحسة احوال مصر المالئيين السهيب التاني لتشكيل اللاجنة دي التحديد الالاPro بين املاك الحكومة وعلاقتها باملاك الدمين والسنين. يعني. خلوه سعيد اول ما فاتح باب الاستدار اول بعد منه اسمعين. كانوا يستدينه باملك بضمان املكه. ما هو اللي بيستدين من كارد من البنك او من دولة اجنبية لازم ضمان. انا اضمان مين انت تسد. ايه الضمان كانت املكه? املكه او الخزانة المصرية. كم انتو ما سدتوش ايه الحال? يبقى نحط الدين على املكه بقى. فيقول لي اتشكلت الاجنة اللي دي ليه تاني سببينه. الازمة المالية. السمرار تحديد العلاقة بين املك الحكومة. وعلاقتها باملك الدومين والسنين. املك الدومين دي املك اسرة محمد علي. واملك السنين املك اسماعيل. الدومين والسنين. اصرة محمد علي. واصرة الخديوة اسماعيل. طيب. ادي املك الحكومة ايه? واحد اثنين ثلاثة. فين املك اسماعيل اهيه. فين املك اسرة محمد علي اهيه. عرفنا? عرفت. طيب. اللاجنة دي اصدرت قانون مهم جدا 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 للسنة الجاية. اسمه قانون التصفير. وظل هذا قانون قانون مصر المالي لحد 1904. والقانون يتعامل 618. بيقولي قانون التصفير. تخصيص اقل من نص الارادات للحكومة. يعني مصر اللي بخشلها مليون جنيه والمليون جنيه مكادش بيكفيها حاجة خلص يعني ماشيين بالعافية يعني الامور المالية مصر ماشية بالعافية بالمليون. قالوا لا. اقل من نص الحكومة. يعني الحكومة تاخد ربعمائة الف. نصف على الناس. نحن بالمليون اصلا مش عارفين ايش كويس. هنعمل برغمائة الف ما يخص نار. طب. والباقي ده هيروح فين? هيروح للسداد الديون انتم الغرفتوه. يبقى قانون بيقول تخصيص اقل من نص الارادات للحكومة والباقي سداد الديون. التانية واضع املاك الدومين والسانية. املاك الخدوة اسماعيل. واملاك ولئة محمد عائل كلها. تحت الادارة الدولية. واضع املاك الدومين والسانية. تحت الادارة الدولية. ليه? ضماناً لسداد الديون. والله هنحط ادين عليها. سدده الديون خيره وبركة. ما سددهش هتتبعه في المزاد وناخد فلوسة. واضع ملك الدومين والسنية تحت الإدارة الدولية. ضماناً لسداد الديون. سؤال اللي بعده حبايبي. اختار الإجابة. ظهر. ده سؤال فيه. يعني نحتاج تفكر شوالي. ظهر التأثير الثقافي المصري. واضحاً في كفاح شعب الجزائر. امتى فترة من الحربين. ظهر تأثير الثقافي المصري. على شعب الجزائر في فترة بين الحربين. بين الحربين يعني يا حبايبي. بعد الحرب العلمية الأولى وقبل الحرب العلمية التانية. في الفترة دي. اللي هي من 1919 ل39. يعني من 18 نهاية 18 من 19 ل39. ظهر تأثير للثقافة المصرية على شعب الجزائر. من خلال تأثير تظهر من خلال إباء اختار. جماعة علماء الجزائر ولا ولا جماعة الاندماج ولا ولا نجمة شمال أفريقيا ولا طيار القومية العربية. تاني الاختيارات ظهر تأثير للثقافة المصرية على شعب الجزائر. في فترة ايه حبايبي؟ بين الحربين؟ تماماً التأثير ده ظهر من خلاله. ها؟ جماعة علماء الجزائر ولا جماعة الاندماج؟ ولا نجمة شمال أفريقيا؟ ولا طيار القومية العربية؟ إيه رأيك؟؟ طيار القومية العربية. بس خد بالك الطيار ده ظهر 54. فوضولة بين الحربين. يعني من 18 ل39. ها؟ جماعة علماء الجزائر. هنختار جماعة علماء الجزائر. ظهر تأثير استقافة المصرية. بل لازم تسأل وتفهم. جات من يومي مصدر. الآن سهر جماعة علماء الجزائر اتنين. البشير الإبراهيمي. وعبد الحميد ابن بجيزة. الشيخ البشير الإبراهيمي ده تتلمز على يد الإمام محمد عبدو وتلميزه الشيخ رشيد رضا. بل بشير الإبراهيمي أحد مؤسسين جماعة علماء الجزائر اتعلم واتأثر بكتب وقراء ودراسات الشيخ محمد عبدو مصري. وتلميزه رشيد رضا مصري. ثقافتهم وكتبهم وافكارهم ومبادئهم اصطلت على الشيخ الباشير الابراهيم اللي قاد جماعة علماء الجزء ايه دي الايجابة عشان تفهم طيب حدد اوجه النظر حد فينا يا زحبت يختلف على دور مصطفى كامل في التاريخ المصري اكيد لا هنا بيقول لي اوجه النظر وحتفاني حباية اوجه النظر يعني ايه بعض العيوب المآخذ السلبية دور مصطفى كامل في الحركة الوطنية المصري عايز اوجه النظر يتوجه لدور مصطفى كامل لحركة الوطنية المصري كلنا عارفين ما ازاي او اعمال مصطفى كامل لكن ايه اوجه النظر افكر في بداية دور مصطفى كامل اعتمد على عد القوة في الكفاحه انا مش هتافح الواحد اعتمد على الخديوي خصوص الخديوي في البداية كان درجة الوطنية عباس حل من التين طب اعتمد على الخديوي ليه حتى لا يقع في نفس الخطأ اللي ازا وقع فيه احمد عربي الصلاة العربية فشلت لان كان عربي ومعه فريق والخديوي توفيقه معه فريقتين فريقين ففشل هو نتعلم الغلط يبقى فريق واحد تحالف مع الخديوي او اعتمد على الخديوي حتى لا يقع في نفس الخطأ اللي هو فيه احمد عربي قد كده اعتمد على السلطان حتى اقترع السلطان ان يتنازل لانجلترا عن اليونان في المقابل ان انجلترا تتنازل للسلطانة عن مصر نعمل مصر نبدل انت بتحتلل اليونان دولة اوروبية وهم اوروبية بيحتلوا مصر دولة اسلامية بتبدلهم اليونان وهم يسيبون لك مصر الكلام ده طبعا ما نفيش الاهم اعتمد على فرنسا ان كان فيه عداء بين انجلترا وفرنسا وعدو وعدوي صديق انجلترا وفرنسا اعداء بعض فهو اتصل برجال الفكر والثقافة في فرنسا وكتب في الكتب والمجليات والصحافة الفرنسية واتصل بكبار رجال السياسين في فرنسا واشهر من قدم المساعدة للمصطفى كامل في فرنسا مادام جوليت ادم يبقى اعتمد على كم قوة ثلاثة حلو وديمسك الثلاثة الدول العوثمانية ضعيف السلطان العوثماني ضعيف ما يقدرش يواجه انجلترا طيب بعد حادثة فشودة ترقر الخدوي عباس حلمي التاني الحركة الوطني بقى مع انجلترا ضد الشعب الخدوي رجع في كلام بقى ضد الحركة الوطني فمصطفى كامل فرنسا اتفقوا المصالح بتتصالح انجلترا وفرنسا اتفقوا مع بعض سنة 1904 فلما اتفقوا لم يعد مصطفى كامل يعتمد على فرنسا يبقى الغلط اللي ويقى فيه اللي اعتمد على الخدوي الخدوي غير موقفه السلطان العوثماني من الضعف بمكان مش هيقدر يعمل حاجة لحركة الوطنيات اعتمد على فرنسا لا يقيمه إلا وزن لمصالحه قطتك مصطفى كامل كان يجب من البداية الاعتماد على الشعب المصري عشان كده عمل حاجة اسمها نادي المدارس العليا والحزب الوطني سنة 1907 قبل ما موت بسنة نادي المدارس العليا طلبت الجامعة كلهم بجامعة وعمل حركة الوطنية وعمل بيهم حاجة اسمها الحزب الوطني قطتك مصطفى كنت في النهاية انه يجب الاعتماد على الشعب المصري فده الخطأ اللي وقى فيه كان المفقود ده من البداية مش من النهاية طب حبابي السؤال بيقول لي ساعد ماجدونالد ودي اول مفاوضات بين ساعد زاغلول ومستر ماجدونالد وزير خريكية انجلترا ده في الحجمة الدستورية وفي العهد الدستوري اول مفاوضات في العهد الدستوري طيب هدف ساعد زاغلول إلغاء الحماية للحصول على السقل المصر وهدف انجلترا حماية مصالحة مصر طيب اللي استحفت قد قدامي هو ليه هدف وده اللي هي هدف عكسه تماما لأ كل واحد تمسك بوجهة نظره هنوصل لحالة لازم التنزل عن جزء وحزنك تتنزل عن جزء يبقى ساعد زاغلول كان هدفه إلغاء الحماية انجلترا تمشي ونبقى ده ومستقل انجلترا كان هدفه حماية مصالحة قاعدوا بصوش للتفاق وفشلت مفاوضات فشلت لبقى تصميم انجلترا على تدخل في شوق مصر الداخلية والخارجية هنديكم استقلال ونمشي بس هندخل في شوق الداخلية والخارجية طبعا ده مش استقلال خلو يبقى اثرت انجلترا على تدخل في شوق مصر الداخلية والخارجية الاهم البقاء في قناة السويس السيطرة على قناة السويس فبالتالي وجدت ساعد زاغلول انه لا يوجد اي شكل من اشكال الاستقلال شكلي وهمي عشان كده فشلت مفاوضات ساعد زاغلول طيب فترة بقولنا جدا لحمايبي لو انتوا فاكرينها احتلال انجلترا المصري تأثرت الصناعة المصرية سلبا بالاحتلال البريطاني بيقول لي بما تفاكد طب قبل ما نجاو هي الصناعة المصرية تأثرت سلبا بكم حاجة احنا قلنا هو بالاحتلال البريطاني ايه قبلها؟ ايو امراض عليكم سقوط انا سمع بناتي بيقولونه سقوط نظام الاحتكار يبقى تأثرت صناعة المصرية سلبا مرتين بره بانهيروا وسقوط نظام الاحتكار وبره في الصناعة سلبا بالصناعة المصرية لما احتلت انجلترا مستدرا ليه بقى؟ وضعت انجلترا الصناعة المصرية في منافسة غير مرتكافة تماما مع الصناعة الاجنمية مانفعش اجيب عربية مارسيدس مع عربية 128 و ادخلهم مانفعش ما فيش منافسة أصrij طب اليه مافعش منافسة بقى؟ له الصناعة المصرية في منافسة غير متكافة؟ فرض انجلترا ضريبة على منسجات بنسبة 8% عشان ترفع سعره يبقى المنتج الإنجليزي أكثر جودة وأقل سعراً أنا مصر أنزل الشريء اللي جودته قويسة وشعره إليه في المنتج الإنجليزي فبالمنتج المصري موجود سعره قويسة يغلوه يغلوه زي يفرض عليه ضرائع يبقى فرض ضريب على منسجات بنسبة 8% ده أدى الكساد صناعات اللي غازلون ناسي فرض ضريب على السوق المصري المحلي حتى سموه ضريبك السهلاك عشان يرتفع أسعار ما يتبعش طيب فرض ضرائع على العلات اللازمة للصناعة واحد مصري كده هيجيب في مكان حديث ممرة يعمل صناعة حديثة هيفرض عليها ضرائع كديرة جداً فرض ضرائع على العلات اللازمة للصناعة ده أدى إليه أصبحت الصناعة المصرية مسقلة بديون فرتفعت أسعار الرابعة طيب أنا مش عارف أبيع في مصر أصدرها الدول العربية مش هنعرف فرضت إنجلترا ضريبة على الصدرات بنسبة 1-4% فرضت إنجلترا ضريبة على الصدرات بنسبة 1-4% أدى لارتفاع أسعارها ولم تجي من يشتريها إنجلترا تجيب من الآخر هتقاملوا مصانع حديثة وهتتحمل هذيك القصار أنا هتحمل قصارة وهديع بسامل قوي طيب عملت مصطع حديثة محتاج عمال تجيب العمال منين العمال كانوا بيجهزوا في المدرسة الصناعية قفلتها إنجلترا اعمل مصطع الماكن اللي جبتوا ده مش هتلا حد يشغل يبقى إهمال التعليم الصناعي إنجلترا قفلت كل مدان الصناعي لم تهتم الحكومة أو الحكومة المصرية ما خديتش بالها إلا سنة 1907 لما عملت إدارة للتعليم الفند عشان كده كانت الصناعة المصطعية تأثرت سبب الاحتلال البريطاني حدد علاقة بين تاني هو العلاقة سبب ونتيجة اللي عبارة الأولى بتبقى سبب في التاني طيب يقول لي معاركة نزيم نصيبين 1839 ومعاهدة لند معاركة نزيم انتصر فيها محمد علي أفكركم بس كواس شننتخلي بالكم إيه نتاج معاركة نزيم لو فاكرين انتصر محمد علي قال لكم تحطم الجيش العثماني تحطم تماما استسلم القسطول العثماني لمحمد علي في الأسكدير الجمرة في عين الربيضة سليم نفسه فمحمد علي تفاق برا وبحرد خليكوا واقع معاه كده يبقى معاركة نزيم دي في صالح من محمد علي موكلة غير السؤال يقول لي استفادها محمد علي من معاركة نزيم انتصر لا ما استفادها معاركة نزيم تتشابه بالضبط بقى معاركة باكير البحرية إزاي مصر باكير البحرية وفرنسا ونزيم دي ماركة باكير البحرية كان بداية النهاية للحملة الفرنسي بعد المعاركة دي بناءت فرنسا في الضعف والانهار لحد ما حرمت معاركة نزيم بداية النهاية لحلم محمد علي رغم انتصر فيها ليه بقى انتصار محمد علي انتصار محمد علي في معاركة نزيم ماله أثار غضب الدول الأوروبية توسعات وانتصارات الدولة المصرية قدت إلى اختل مبدأ التوازن الدولي أصبح قوة مصر كبيرة لن تسبح الدول الأوروبية بتوسع مصر أو بزيادة قوة مصر فبالتالي تحالفت مع السلطان عثماني لكسر محمد علي في معاركة لندن التحالف الأوروبي لكسر مصر أو محمد علي في معاركة لندن بسبب انتصارات محمد علي في نزيم زيادة توسعات ورفوز الدولة المصرية الأهم من ده كله أنه أخلى مبدأ التوازن الدولي وده يعود زحمت على مدار تاريخنا حصل عهد النظر تاريخ الحديث حصل جمالة عبدالرسل العام المشروع للقومية العربية حصل ما محمد علي عام المشروع الوحيد العربية بيحصل الوقت مع الرئيس السلطان بيحاول يرجع مصر علاقة مصر القوائب دولة الأفريقية دولة الكبرى القواز ولا بي مش هتسيبه دايما في تاريخنا أي رئيس دولة بيحكم مصر بيخلية دولة قوية هي تحاربه لكل المكان لازم نحط القاعدة دي في المغنية نيجي دور مصر الحقيقة يا جماعة من نيجي بصلاة للك الامتحان عنها بالحلقة كاملة عن حاجة يسمعها دور مصر التاريخ دور مصر الجزائر دور مصر التاريخ دور صورة يولي دور 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 مثلا زعبة شمعها محمد علي ده مهمة هنا بيقول لي دور مصر في القرن الأفريقي طب يا مصر القرن الأفريقي يطلع ايه جنوب وجنوب شرق سحل الطحر الأحمر طيب دورهم فاني مجالة مصر هنا بيسأل لي في المجال استقاف لأ المجال الاجتماعي كده المصر دورا هاما في منطقة القرن الأفريقي في المجال الاجتماعي عهد إسماعيل في المجال الاجتماعي قوم حافظت مصر على السلام الاجتماعي بين القبائل في شرق أفريقيا طبعا تعطيق القبائل في شرق أفريقيا كثيرا يتحاربون مع بعض اهتمت مصر بتحطيق سلام مجتمعي بين القبائل في شرق أفريقيا ازاي عاملة السلام من المجتمعات او القبائل ازاي اقابة مجالس وعرفية لحل المشاكل بشكل ود اقابة مجالس وعرفية لحل المشاكل بين القبائل بشكل ود طيب احيانا تفشل مجالس وعرفية في حل المشاكل بيبقى في دم او قتلة بين القبائل تقوم الادارة المصرية تخيلوا بدفع دية للقتل منجبها من على حسابها تقوم الادارة المصرية بدفع دية القتلة حقنا للدماء يعني واحد من قبيلة قاتل واحد من قبيلها تاني هيعودوا بها يقولوا اضطار وطنطل حرب الشغالة لا احنا نعمل قادة وندفعه دي من اللي يدفع الادارة المصرية حقنا لدماء القبال في شرق افريقيا يبقى دور مصر استقافة في افريقيا تاني يقول لي مصر اهتمت بالسلام الاجتماعي بين القبال ازاي نعمل السلام بينه قبال ازاي تشكيل مجالس ورفية لحل المشاكل السلمين طيب دفع ديات القتلى من الادارة المصرية تفعديات القتلى حقنا لدماء الاهم دور الاثر الشريف لا بتغفل ادارة الدور او الجانب الروحي الجانب الروحي في انشاء بقى الاثر الشريف ارسل بعثات ونشر الاسلام والثقافة العربية وقادشها مدارس للنحو والحساب والرياضيات ادي دور مصر في القرن الافريقيا طيب عندي سؤال بللي ما المقصود بكل المن ده مصطلح مفهوم ما المقصود بايه البيوع الجبرية يقول لي ما المقصود بالبيوع الجبرية يبصوا بقى بيعين عن التاريخ والكلام بيوع مفرطها بيع جبري يعني بالغصب عني حد اجبرني انا بعت بالاقراه بالاقمار بالبلد كده ايه بقت بيوع الجبرين اكتبها ازاي طيب يقول لي زادت الاستثمارات الاجنبية في مصر بعد سقوط الاحتقار الاجنب تشغل فصهم كتير في مصر في مجال للرهوميات وانشار شركات والبنوك وستطلحها الارض على فلاح قام الفلاحين بالاقتراض من البنوك والشركات بلاش كده قام الشركات الاجنبية بشراء وستطلاح الارض الاجانب اشتروا ارض وصلوا هوا وخضروها وبعوها للفلاحين بفوائد مركبة فوائد علي او تاني زادت الاستثمارات الاجنبية في مجال انشار شركات والبنوك والرهوميات قام الاجانب بشراء وستطلاح الارض تمام وبعوها للفلاحين بفوائد مركبة عجز الفلاحين عن سداد ديودهم يعني جي وقت من الأوقات سد قصة التانية التالت بقدرش يسد دينه فأجبرتهم البنوك والشركات على البيع أجبرتهم على البيع وفاءا للسداد الديود أشكرا بيسمها بيوع جابرية أو بيوع وفائي ده معناه الهبور اللي برليحنا قلناها من شوية أن تكون الأمة هي مصدر السلطات بعد أن كلت السلطة فيها دي الحاكم سواء الحاكم ناكل مصري أو أجنب طيب عندنا سؤال تاني في غاية الأهمية بيقول لي بما تفسر حلل أو بما تفسر اهتم مينو بحياء التجار طبعا أنا بتحيارك إن طالب اللي قاعد قدامي كلها بتستعجل في الإجابة استعجلت وجاوبت ورد هو بيقول لي بما تفسر مش دلل مش قيد اهتم مينو بحياء التجارة الخارجية المطفل طبعا أنت قلتوا طور التجارة الخارجية وعلاقات تجارة مع ساحة البحر الأحمر وكلام ده ده دي يا حبي بما تفسر ليه مينو اهتموا بتطور التجارة الخارجية هي لو التجارة الخارجية أصلا متطورة ومزدهرة هو يعمل فيها حاجة؟ أكيد لا أنا لما أجي اهتم بحاجة باهتمت بها ليه؟ عشان مش سليمة فيها نواص فيها عيوب يبهتم مينو بتطور التجارة الخارجية لأنها كانت سيئة جدا في عادي نابليون وكلام هو السلام بعد منهم لقاها سيئة جدا طب سيئة ليه؟ وشان لقاها سيئة واعتم بيها طب برضو سيئة ليه؟ حصار انجلترا شواطئ البحر متطورة بعد تحطوا الوصول الفرنسي انجلترا متحاصر شواطئ البحر لها سفينة تدخل ولا سفينة تخرج طب يا سيدي ما التجر في الشام ما هو ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ وجود جيش عثماني في الشام انا بحالة بالدورة العثمانية لو بعضت التجار فرنسي للشام الجيش عثماني انا كيقتلهم يبقى التجارة جاد سيئة ليه بقى؟ حصار انجلترا لسواطئ مصر وجود جيش عثماني في الشام وعشان كده حاولنا بجون إقابة علاقات تفاهم تجارية مع شريف بك عرفتوا بقى مينوه وطور التجارة ليه؟ خد بالك بقول ليه؟ مش الدليل طيب بما تفاصل اتامت صورة حتى يرويو بالقضاء على زارة الإقطاع الإقطاع طبقات كبار ملك الأرض الزراعية ليه اهتامت بالقضاء على الإقطاع؟ خليم ألقوا من ضمن ممداجة السورة تلوه قضاء على الإقطاع طب صورة تلوه بتدعى الإقطاع ليه؟ عشان سوء توزيع الملكيه من عوامل قيام الصورة سوء توزيع الملكيه كان هناك خلل في ملكية الأرض الزراعية ازاي؟ تحوله غالبية الفلاحين إلى أجراء أجراء ومعدمين مش لاقي يعانون من الفقر والحاجة يبقى تحول غالبية الفلاحين إلى أجراء ومعدمين يعانون من الفقر والحاجة بسبب ظاهرة الإقطاع عشان كده صورة تقول لي متهمد بيه ظاهرة الإقطاع تب يقول لي حدد العلاقة بينها روسيا وأوضاع مصر السياسي في الروس الثاني من القرن الثامن عشان من انتواش العلاقة بين روسيا وأوضاع مصر السياسي إمتى حبايبي في النص التاني من القرن الثامن طب القرن الثامن تاشر بنبدأ الف سبعمائة النص التاني من الف سبعمائة والخمسين ل الف تعمائة يتمنى في الخمسين سنة دي روسيا إيه علاقتها بأوضاع مصر السياسي لألها علاقة الحي psych أولا دخلت روسيا في حرب مع السلطة العثمانية سنة الف تمامائة تمانية وسبعين. فالحرب دي استغلها علي بيك الكبير. زعيم المملك في مصر. وعن استقلاله في مصر. فكده مصر تحولت من دولة عثمانية لدولة منوكانية. بسبب روسيا. قد تنهر وضع السياسي. طيب. فشلت حركة علي بيك الكبير. فرجعت مصر عثمانية تاني. تمام. خرجت حبل فرنسية من مصر الى الشام. مصر تبت احتلاء نابليون. خرج سب مصر خلص وراح يحرم الشام. ليه؟ مثال تحالف. روسيا. ومع انجلترا طبعا. ضد السلطان العثماني آآ مع السلطان العثماني. يبقى رجعت روسيا بعد ما حرب السلطان قبل كده دلوقتي تمت تحالف معها. تحالف السلطان العثمانى مع انجلترا وروسيا. bodى مصر بأشاكولنا نابليون. يروح يهاجم بلاد الشبط. يبقى من ضمن ازداب الحلموذسي على الشام تحالف السلطان العثمانى مع عند القراء والرسل طيب عايز يا بنات ويرجانا معي الأثار السياسية بالمناسبة طلبة سنة الثالثة معاش تابلت أوسح التابلت مع طلبة أولا وتانية سنة جايه أبقى تالتة معها تابلت إن شاء الله لكن في بنك المعرفة في سؤال مهم جدا لطلبة سنة الثالثة بيقول الأثار السياسية للحالة الفرنسية يعني لو ديكوا إخوات في سنة تانية أولا ممكن تخشت بانك المعرفة هتلاقي السؤال ده مهم الأثار السياسية لحالة الفرنسية كل الطلبة سانة ك würde كل الدووين تقريبا أنا سامعهم يعني لكن مش بس إيه الأثار السياسية لحالة الفرنسية طبعا الدووين أشأ نابليون مجموعة من الدوين مؤشركة فيها المصرين ليس؟ إن شاء الدوين إيه تاني؟ زيادة الوعي السياسي لدى المصرين زيادة الوعي السياسي لدى المصرين زادت خبرات المصريين في أمور السياسة وشؤون الحكم من خلال دووين نابليون يعني بقى عندهم خبرة في أمور السياسة وشؤون الحكم من خلال دووين نابليون طيب كده اثنين دووين زادت خبراته في شؤون السياسة الحكم اثنين لفتت أنظار انجلترا لأهمية موقع مصر والخليج العرب الحملة الفرنسية سياسيا لفت أنظار انجلترا لهمية توقع مصر الجغرافي والخليج العرب بالنسبة لطرق مواصرات يعني أنجترا اكتشفت إن موقع مصري جدا 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 بالنسبة لطلق مواطرات إلا خلي أنجترا تكتشف ده وقت الحملة الفرنسية على المصر السياسية كمان ناجح المصريون في الاطلاع على العلوم والمعارف الأوروبيين بس دي مش سياسيان يعني Salem łbym طلع العلوم والمعارف الأوروبية قاد على العزلة التي فرضها السلطان ح voucher盘 قاد على العزلة التي فرضها السلطان العوصلي بدا تبسط أتعرف إلي بيجرح حوليها في العالم كله يبسس العزلة لفرضها السلطة الاصفة بلقتي تلين يبقى ننتاج السياسية تاني زادت خبرات المصريين في سؤال الإدارة والحكم من خلال الدواولين اتنين لفت الحملة الفرنسية على مصر سياسياً أنظر إنجلترا لأهمية موقع مصر الجمهورافي بالنسبة لطرق مصرات إنجلترا تلاتة قادت على العزلة السياسية التي فرضتها الدولة الاصفانية على المصريين لما نجح المصريين في الاطلاع على العلوم والمعارف الأوروبية من خلال المجمع الآن يقول لي ما الأصل المترتبة على حروب اليوناني محمد علي حرب وحروب كتير وانتوا عاشين حضراتكم في حروب بإرادة السلطة العثماني لحرب اللوهابية وحرب اليونان في حروب بإرادة محمد علي اللي هي في السودان والشان نيجي في حرب اليونان بيقول لي إيه نتاج حرب اليوناني؟ أو ممكن نغيرها بما تفسر كانت النتاج إنها الحرب اليوناني في صالح محمد علي إيه نتاج حرب اليوناني؟ أولاً ضم محمد علي جزير الكريم حكم جزير الكريم السلطانة دهانه مكافأة لي اكتسب الجيش خبرة ميدانية الجيش الحديث اللي اتخرج سنة 1224 كان عنده خبرة في مدينة التدريب مكادش خط حرب قبل كده دخل الحرب اليونان وكسب وعنده خبرة يبقى اكتسب الجيش خبرة ميدانية في مدينة القتال تلاتة تفاوضت الدول الأوروبيات مع محمد علي لوقف الحرب خدوا بالكم المفوض يتحالفوا مع السلطانة واثماني لأ سابوا السلطانة واثماني وتفاوضوا مع محمد علي عارفين ده معنى ايه اعتراف رسمي وضمي من الدول الأوروبيات قوة محمد علي لأولوبا داني ضم جزيرة او حكم جزيرة الكريم اكتسب الجيش خبرة ميدانية تلاتة ارتفاع مكارة مصر الدولية طب ليه تفاوضت مكارة مصر الدولية ان اوروبا تفاوضت مباشرة مع محمد علي ولسا السلطانة زادت فكرة انفصال مصر عن الدولة العثمانية طيب تصعدت من نتائج برضو تصعدت قوة الفاشست وسيطرتهم على الحكم في ايطاليا الفاشست في ايطاليا بزعمة موسوليني موسوليني عامل حزب اسم الحزب الفاشستي وتالى الحكم في ايطاليا طيب ايه نتيجة بقى زور الحزب الفاشستي او موسوليني في ايطاليا اولا اعلن موسوليني اعلن تهت حاجاتي اولا اراضي اعالية احياء الامبراطورية الرومانية. يعني فكرة روما القديمة اللي كانت قبل الميلاد عايزة جاعتين تعالي تحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وأعلن أن البحر مطواصد محيرة رومانية كمان قال أن ليبيا جزء يتجزأ من إيطاليا واستخدم كل أشكال الأسلحة ضد المقاومة في ليبيا استخدم كل أشكال الأسلحة ضد المقاومة في ليبيا كمان اتبعوا في ليبيا استثناء المحاكمات والمزادح والإعدام محاكمات ومزادح وإعدام واللفز القادة الإيطالي جرزياني الدولة الكبرى كلها بالطبع أيدة إيطاليا على حساب شعب الليبي وعشان كده فشلت الحركة الوطنية في ليبيا بقيادة المجاهد عمر المختار وطم القبض عليه وللأسف اعدامه قدام اهله سنة 1931 وعدام عمر المختار في ليبيا قدام اهله بالضبط بالضبط زي اعدام اهله دونشواي في مصر قدام اهله وعشان كده فيه وجه شبه من الكني يرجع قولي اختور طيب اكثر عامل له تأثير الاكبر في فشل يوم فتحات كلنا عارفين نابليون فشل فتحات كويس عارفين كويس ان فشل نابليون في فتحات تمام اطبر عامل ساعد على الفشل وساعد للجيش الاسباني العكة ولا معاونة القصود الانجليزي الاهل عكة ولا تحطم القصود الفرنسي الابطال البحرية ولا استبتال اهل عكة في الدفاع عنا الاربع يعني يا مصر للسؤال الاربع اخترت الاربع ينفعه اه الاربعين ساعدة الاربع اجابه بس السؤال بيقولك ايه اكثر عامل خد بالك اكثر عامل له تأثير في فشل والفتحات ايه اكثر عامل في الاربع بقى مساعدة للجيش الاسباني العكة المساعدة كانت بصير طيعة معاونة الاسباني الانجليزي لعكة عن طريق البحر ولا تحطي الاسباني في الاسباني في الخير البحرية ولا استبسالة لعكة في الدفاع عليها يلا يا شطور اه quiŋtew معاونة الاسباني الانجليزي مساعدة عليكو الاجابة هالغ الاجابة الصحيحة تحطم الاسباني في الاربع هو فاشل الفتح عكة ليه انجليتراسية تعكع عن طريق البحر طب ليه صحلians شخص عامل البحر عشان لم يتوقع بدقوا اصطول لو كنت 때를 حصل عكة برة وبحر وعشان لم يتوقع اصطول قدرت انجليتراسية تعكع عن طريق البحر يبقى اكبر عامل له تأثير اكبر يفشل فتح عادك وتحطم اصول فنسي موقع طبقية البحرية طيب السؤال بيقول لي حد العلاقة بين القرصانة البحرية بين عشوب البحر المتاصر واحتلال فرنسا للجزيرة العلاقة بين القرصانة البحرية بين عشوب البحر المتاصر واحتلال فرنسا للجزيرة كانت هناك قرصانة متبادلة بين عشوب البحر المتاصر يعني الدول العربية جاربوا البحر مطاقت والدول الأوروبية سوى البحر مطاقت قاعدين يسرقوا بعضوا في البحر قرصانها بحرية ايه علاقة ده بقى؟ ان فرنسا تحتل الجزائر طب حدوتها اغرب من خيالي يمكن لو اهلكم اسمعونا هيستغربوا طبعا نعرفين اجابة حدث اشتباك في البحر مطاقت بين سفن الجزائر وسفن بابا روما بابا روما رئيس كنيسة الفاتيكان في روما والكليسة في روما بتطلع التجارة عشان تصف على ايتام وفقراء ومستشع تغيره زي الازهر كده فسفر الجزائر سرعت سفر بابا روما او حصل بينه اشتباك وقرصان سرعته طيب خلي بالك اشتباك بين سفر مين؟ الجزائر ومين؟ بابا روما روما دي عاصمة ايه؟ ايطاليا فرنسا ملها بالموضوع قلاش بالموضوع استغلت فرنسا الخرس وحاصرت سواتي الجزائر سنة 1927 استغلت فرنسا الخرس محاصرة سواتي الجزائر ودفت انذار لحاكم الجزائر طيب طبع الحاكم الجزائر مش عايز حرب طب ايه انذار؟ يقولي انذار التوقف عن القرصانة البحرية اوقعوا تسرعوا صفر في بحر طوصل تاني طب حاضر مين؟ ده الحاضر اتنين اعادة ما اخذوه من صفر بغبارهم كل اللي خدتوه لازم يرجع طب حاضر وبعدين بقى ثلاثة فرنسا هي الدولة الاولى بالرعاية يعني ايه الدولة الاولى بالرعاية يا حبيبي يعني انت الجزائر عايزت يبيع حاجة الاوروبا يبقى تعرضها على فرنسا الاول طب عايزة تستور حاجة من الاوروبا يبقى التطس الفرنسا الاول طب عايزة الخبراء من الاوروبا يبقى لازم يجو من الفرنسا الاول طب هتبعت ولادها يتعلم في الاوروبا يلازم يروحوا في فرنسا يتعلموا في فرنسا الاولوية دايما لفرنسا حاضر ما فرنسا برضو قوية بشقول ايه الرابعة التنازل عن الديون ما نكونش عندنا دين تخيل الجزائر كاتب داينا فرنسا الجزائر وداينا فرنسا والتعرفين انصى طبعا التنازل عن الديون يبقى الانذار ده قدمته استغلت السباك في البحر المتوسط بين سفر الجزائر سفر بابا روما وقدمت الانذار من الاربعة شروط التوقف على القرساء البحرية عارت ما اخذوه من سفر بابا روما فرنسا الدولة الاولى بالرعاية والتنازل عن الديون رفض حاكم الجزائر فقامت فرنسا باحتلال الجزائر سنة 1830 طب يقول اللي قايت بالادلة التنخية عملت الدولة العثمانية على انقاذ تونس وطرابس بصرح ابيبي في دولتين الجزائر احتلت فرنسا الجزائر سنة 30 الجزائر دي يا مستر احمد دولة عثمانية كانت خضع الحكم العثمانية فرنسا احترقتها السلطان العثمانية اللي هم شو بتعملوني انت خل واحد يجي احتل لبيتك وانت قد 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 قبل بيت ما تقوليش انت بتعمل ايه فرنسا احترقت الجزائر سنة الكامحة بايبي 30 السلطان العثمانية كان ايه موقف انت قلوكوا عارفينك كان موقف ايه سلبي كان موقف سلبي ايه ليه ما يدفعش عن الجزائر فكر مع انه دافع عن تونس السؤال بيقولي عملت الدولة العثمانية على انقاذ تونس وطرابس يعني بعدها بخمس سنين طب ما انت حابت تنقذ تونس وطرابس طب ما حاولتش تنقذ الجزائر ليه 1938 كان بدايات حرب من محمد علي والسلطان العثمانية اسمها حرب الشامي الاولى اللي بدأت 31 كان فيه صراع بين محمد علي والسلطان العثماني كان السلطان العثماني مجهول بصراعه مع محمد علي عشان كده لم يقدم المساعدة لشعب الجزائر كان مجهول في تحضرات محمد علي الحرب الشامي ادي لي دليل ان السلطان حاول يساعد الجزائر تونس الاسف وطرابس سنة 1835 ارسل السلطان العثماني الاسطول البحري الى ليبيا ونجح في اعادة السلطان على ليبيا حكمها بشكل مباشر مطارد حاكم ليبيا اللي هي الاسرة القرمالية انا كنت عاين حاكم او حكومها في ليبيا بتحكم نيابة عني سنة الاسرة القرمالية ضعيف اذا رحت التراطم وحكمت الليبيا بشكل مباشر سنة 1935 سيطر السلطان العثماني على الحكم ليبيا بشكل مباشر على انطلق الاسرة القرمالية تمام بعدها بسنة 1936 ارسل السلطان العثماني الى تونس لحماية التونس من اطبع فرنسا يعاني فرنس عنها علي تونس بعتوا السلطان العثمانية للتونس للأسف واوصل في الوسط البحر ملعت البحارية الفرنسية وصول أسطول العثماني إلى تونس البحارية الفرنسية في البحر ملعت أسطول الأسطول العثماني إلى تونس بهجة أن تونس دولة مستقلة فرنسا بتقول أن تونس دولة مستقلة أشكرا بعلت أسطول العثماني لكن كانت بيتجهز فرنسا للسيطرة على تونس السلطان فشل في الدفاع التونس لكن حاول أو ما حاولش هو حاول لما بعت أسطول العثماني إلى ليبيا وإلى طرب طيب يقول لي اجراءات محمد علي اهم اجراءات محمد علي تخدمة المجال الحيوي الشمالي لمصر المجال الحيوي انت بتسمعها الاول مرة تستغرب يعني يقول لي الاجراءات اللي عملها محمد علي عشان يخدم المجال الحيوي لمصر من جهة الشمال يعني ايه المجال الحيوي يعني حدود مصر خلي بالكواس الجهة الشمال ده مهم اوي كل او معظم الغزوات اللي جات لمصر من ساعة وربنا خلائنا لحد النهاردة معظمها مش كلها طبعاً من الشمال الشادي ليكسوس من الشمال الشادي اليهود من الشمال الشادي اي خطر بيجي مصر دايماً من الشمال الشادي فمحمد عزي يأمن حدود مصر زي ما ادلنا المصاري دلوقتي عندنا خطر على حدود مصر الغربية الارهاب اللي بيدول في ليبيا والسرع الدخلي في ليبيا ده خطر بيهدد مصر فعلى الحكومة المصرية بل قسر تاخد بالها من خطر الحكومة الغربية واتفك بينا نشافين حكومة مصر يبتعمل ايه شان تأمن حدود مصر ده مش جديد محمد علي بيأمن حدود مصر عبد الناصر كمية من حدود مصر أمنها ازاي عمل ايه يقول لي المجال الحاوي والمصر من جهة الشمال اولا فرض سلطة الحكومة المركزية على الشام فرض سلطة الحكومة المركزية على الشام فرض الامن والنظام اخضع امراء الشام ونزع سلاحهم طور الزراعة والتجارة وفرر نظام التجنيد الإجاري ده اللي عمله محمد علي في بلاد الشهر أعتقد إحنا خدنا بعض الأسئلة من كل فتر وخدنا بعض الأشكال من كل سؤال بشكل سريع كده مش بشكل دقيق إن شاء الله من مراجعات الامتحان هيبقى فيها تفصيل أكتر وفيها شغل أكتر وتماني ما كنتش يدفت إليه عليكم ومرة تلكم السلام طيب شرفتنا مستر أيمن وحلقة أنا سمتعتمها كتير جدا فيها وقبل ما نختم كده في دقيقتين رسائل سريعة للطلبة اللي هي إزاي تستثمر وقتها بشكل صحيح للفترة المطبقية قبل الامتحانات زي ما أناك قلت وزي ما قلنا أنا تواصل بشكل يومي تعييبا مع طلب نعنين جروب على الواطس كده بنتنصار مع بعض نعمل نحن عايزين الطلب على مستوى الجمهورية الطلب على مستوى الجمهورية أعتقد أن كل طلب يتواصل مع مدرسه أعتقد ولمستوى مع مدرسه إحنا كل مدرسين مصر تحطيني على الواطس صفحتهم أي طالب يعني متصبها طلبة الإسكندرية طلبة المينية طلبة المينية طلبة من الجيزة تمام وأنا من شبرة وبرد عليهم ودخطين معنا جروبات على الواطس هما مش بيقلو بيها أصلا جميل فما فيش مدرس في شبرة فأسف في مصر كلها في أي مادة هيتأخر علي طالب في العربة اللي إحنا عايزين وزنوك لأقول الطالب تمتلك حاجة زمانك ممتلكهش سيلي فاكس وهي الوقت الوقت ده حاجة مهمة جدا 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 هي فيه ده كاتش في الزمانك وأي مدرس تحت أمرك في أي مكان وفي أي وقت وإحنا مش نتأخر عنكم وأنا بشكر طلابي بشكل شخصي لأن أنا بحبهم جدا 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 الأزمة دي باينت مع عدد الناس فأنا عندي طلاب مكتهدين جدا وبيكفحوا وبيحربوا وبيجهدوا ومش مستسلمين ومش يأسين وإن شاء الله هجيوا درجات كويسة فأنا بشكرهم من خلال حلقة من خلال بالنامج كل طلابنا في شبال كيمة أنا بشكرهم على الهوى بشكل وبيك شرفتنا بصر أيمن على الحلقة الحلقين الممتعين دول وإن شاء الله ننتظر حضرك في حلقات المراجعة إن شاء الله مع الطلبة التي تكون لها في مصر شرفتنا بصر شكرا